السلام عليكم دلوقتي انت اشتريك تليفون جديد انت عاوز تنقل الاسماء من التليفون الادين تنقلها على التليفون الجديد ده كل ده نشرحها بالتفصيل في الفيديو بدون اي اخطاء وكمان تنقل الاسماء كلها او جهات الاتصال كلها من غير ما تفقد ولا اسم يلا بينا كنا نبدأ شرحة بس من الساعة تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة ويلا بينا عادوا بينا كنا من الاسماء اللي موجودة على الجهاز الادين من الجهاز الجديد بس ان الاسماء عندك على الثلاث مواطن الموجودين فوق ودور على اي حاجة اسمها الاعدادات عندك في التليفون ومن هنا بقوله هكهنا استراد وتصدير اضغط على كلمة استراد وتصدير ودور على كلمة التصدير او مشاركة الاجهات الاتصال لو عتمل مشاركة الاجهات الاتصال يبقى افضلك بكتير من تصدير الى وحدة التخزين ليه بعد ان نمدان مش هيتعبك في اي حاجة فالص وعلى طول ان اسماء تتنقل للجهاز الجديد بالخلال جوجل درايف هنشوف ازاي كل ده بضغط على كلمة مشاركة الاجهات الاتصال واعمل تحديد الكل ومن هنا اضغط على كلمة مشاركة وبعد كده بتحدد على الحفظ في درايف طبعا انت بتكون مسجل حساب الجميل او حساب جوجل نفس الحساب اللي موجود هنا هو نفس الحساب اللي موجود على الجهاز ده بضغط عندك على كلمة حفظ لحد ما يتم تحضير الملفات وبعد كده الملفات تبدأ تولد نفسها علشان تبدأ فانتنقل لي جوجل درايف على جهازك انت هتستنى كده شوية لحد ما يتم وكان جاري تحضير لتحويل ملف واحد وبيعمل upload للملفات بتاعتك ان هي الاسماع بتاعتك زي ما انت شايف هنا بولك يرجع التحويل الان وهتنزل تحت كده شوية بولك انها جاري تحميل الملف طبعا انت بتكون مسجل نفس الحساب اللي موجود على الجهاز ده هو نفس الحساب اللي موجود على الجهاز ده طبعا انت تم تحويل ملف واحد لو جيت اروح على جوجل درايف اتليق الاسماع يتنقلك من هنا اللي هنا زي ما انت شايف ده يتنقلك بتاريخ هنا 23 تسعة وهنا برضو بتاريخ 23 تسعة ومن هنا بتضغط على كلمة اللي هنا اللي هو VCF الصغر اللي قدامك دين وبكده على طول بتتنقل الاسماع ولكن انا حافظ جانات الاتصال في جوجل ولكن اتحفظه في الجهاز يفضل انك تحتفظ لجوجل علشان لو فيه اي حاجة تانية انا قدر الله اللي اسماع تحزفت اي حاجة تحزفت من على جهازك قدر تسترجعها من جديد طبعا ده تقريبا حوالي انف ملف تمام وعفوا انف اسم بيبدأ هنا جاري استراض الاسماع دلوقتي بتروح عندك كده عندك في الاسماع نفسها زي ما انت شايف كده بيعمل استراض الاسماع بتاعتك زي ما انت شايف قدامنا كده دي الاسماع حوالي انف اسماع يبا احنا كده نقلنا الاسماع من الجهاز القديم للجهاز الجديد طبعا ما هو شغال فوق اعمال بين الاسماع زي ما انت شايف فوق كده كمان لحد ما يجي تم الانتهاء وانك كان 100% خلاص كده انك تم الانتهاء من استراض الملفات وبدون اي مشاكل وكده حددنا حوالي انف اسماع تقريبا انف اسماده في الجهاز هعمل اختيار الكون 1826 اسما وبكده نقلنا كل الاسماع اللي موابوضة على الجهاز القديم نقلناه في الجهاز الجديد وبكده نشرح انتهى اتمنى يكون شرح عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشوفكم بحلقة جديدة مع السلام